احتفالية الاهل بالعشرة كان لها اصداء كبيرة جداً ولقيت وحظيت باهتمامات كل الاعلاميين ومنهم الاستاذ احمد موسى الاهل اللي ما بيعمل احتفال انسى تاني انسى النجمة العشرة عاملة شغل كنت طبعا مفترض ابقى موجود ولكن عندنا هواء باشكر طبعا كابتل محمود الخطيب كانوا وجهون لنا دعوة ان انا اكون موجود معاهم مش عايز اقول لكم الحفلة عاملة ايه النجمة العشرة كمان من العلاعة الله 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 وعندك بقى ايه وزي ما انت شايف كده دي نجمة عشرة يعني دي اللي جات بعد التاسعة فبقيت العشرة وان شاء الله يا ربنا يكرمنا على الحداشر بإذن الله تعالى وعندنا برج ايقوني في الجزيرة عامل ايه النجمة العشرة كابتل محمود الخطيب بكرم طبعا ولازم احييه كمان على تكريم والدة الراحل محمد عبد الوهاب تكريم البطلة بطلة الولمبية ابنة مصر جيانة فاروق وايضا تم تكريم كابتل محرم الراغب والمهندس عدل القيعي تكريم يليق بيهم اتنين من الناس اللي بيخدموا وخدموا النادي الاهلي ومازالوا ايضا تكريم مسيماني المعلم الكبير مسيماني وايضا كابتن سيد يا السلام كابتن سيد كابتن محمد الشناوي ورونا 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 الابطال وهم يحتفلوا بالعشرة النجمة العشرة وبال النجمة 11 بإذن الله تعالى ودي بقى ايه تبقى طالعة تانية واحتفلها تانية الاهل الم بيعمل حفل فيه ابهار في هذا الحفل حفل يليق بالنادي الاهلي منورين يا رجالة ويا شباب منورين كلكم فخامة عظمة جمدين جدا هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي هو زيني النواد يا أستاذ فراي صحيح هو ده النادي الاهلي في احتفاله واحتفاءه وتقديره واحترامه وسعيوا دايما وابدا لإسعاد الملايين من جمهيره عشان يفضل دايما وابدا الاهلي في افضل واروح صورة دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله